نعيش في هذه الوصية حول تقريم الحق سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله اقول دائما وابدا اذا كان اهل الارض لا يعرفون قدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون هذه المكانة المحمدية عند الرب العلي فتعالوا بنا نعيش في يعني القرآن الكريم وفي بحر القرآن الكريم ونغوص في القرآن الكريم لنرى كيف كرم ربنا سبحانه وتعالى الحبيب المحبوب صلى الله على حضرته وآله فحينما اقفوا في هذه الوصيرة كموحي التمانين اقفوا عند قول الله تبارك وتعالى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صلى الله على حضرته وآله الله قال عن حبيبه ما ضل صاحبكم وما غوى ثم قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال في آية اخرى علمه شديد القوة وقال ما زاغ البصر وما طغى وقال ربنا ما كذب الفؤاد ما رأى وقال ربنا وانك لعلى خلق عظيم هذا التكريم الالهي لحضرة النبي صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الزكي هذا النبي الذي لما سئل كما اخرج واورد مسلم من رواية سيدنا ابي هريرة حينما سأله سيدنا ابو هريرة متى كنت نبيا يا رسول الله قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد وفي رواية وآدم منجدل في طينته ولذلك قال القائل يا مصطفى من قبل نشأة آدمي والكون لم يفتح له اغلاق ايروم مخلوق ثنائك بعدما اثنى على اخلاقك الخلاق صلى الله عليه وسلم ربنا قال ما ضل صاحبكم وما غوى وقال ربنا وما يمطق عن الهوى وقال ربنا علمه شديد القوى وقال ربنا ما زاغ البصر وما طغى وقال ربنا ما كذب الفؤاد ما رأى وقال ربنا وانك لعلى خلق عظيم وقال ربنا ألم نشرح لك صدرك صلى الله على حضرتي وآله كل هذا لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتكريم لحضرة النبي من الرب العلي يأتي في القرآن الكريم لننظر فمكانة المرسل من مكانة المرسل ولذلك حبيبنا قال إن الله اصطفى نانة من ولد اسماعيل واصطفى كريش من كنانة واصطفى من كريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار حقا يا سيدي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله أدم الصلاة على الحبيب محمدي قبولها حتم بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمدي حبه فرض وحتم مدحه خير ونور ليس يأتي للقلب هم للذي قد يهوى محمدي خير خلق الله طاه خير خلق الله طاه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا نراها في ضياء من محمدي يعدكم يا من تزوروه وجهكم يعلوه نور ربكم رب غفور للذي قد زار محمدي يا الله الله حينما قال في القرآن الكريم متحدثا لسيد الأولين والآخرين فأقسم ربنا بحياته في القرآن ما أقسم الله بحياة نبي في القرآن شوف التكريم بتاع سيدنا النبي في القرآن من ربنا لسيدنا النبي في القرآن ربنا قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم أقسم ربنا بحياته فقال لعمرك لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون داتان يا مولانا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون يقول الإمام ابن جرير الطبر في تفسيره الله سبحانه وتعالى أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بحياته لقوم أن هؤلاء في ضلالهم وفي غيهم فهم لا يهتدون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ما أقسم الله بحياة نبي من الأنبياء واتخذ الله إبراهيم خليلا ما أقسم الله بحياته وكلم الله موسى تكليم ما أقسم الله بحياته ونفخ من روحه في عيسى ما قال الله وأقسم بحياته أيها السادة ولكن حينما أقفوا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون إذن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المكان المحمدية لسيدنا رسول الله الله أمرنا بوجوب الطاعة لسيدنا رسول الله فقال ربنا من يطع الرسول من مزار التكريمه من يطع الرسول فقاد أطاع الله يعني طاعت سيدنا النبي من طاعت ربنا من يطع الرسول فقاد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة وربنا جعل وجوب المحبة لسيدنا رسول الله أمر واجب كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذين الأمانين في هذه الدنيا لأمة سيدنا رسول الله تكريما لسيدنا رسول الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الأمان أن الحبيب صلى الله عليه وسلم فينا الأمان الثاني الاستغفار وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون حينما أقف في القرآن أيضا أجد أن الله سبحانه وتعالى قد اشتق له من اسمه ليجل له ربنا جعل صفتين من صفاته لسيدنا رسول الله فين يا مولانا قال الله لقاد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم الرأفة لله والرحمة لله جعلها الله لسيدنا رسول الله الله سبحانه وتعالى ضم اسم الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى اسمه قارن بين اسم الحبيب وبين اسمه ولذلك يقول القائل وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال المؤذن في الخمس أشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد واشتق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد تاني يا مولانا تاني هذه الأبيات وضم الإله اسم النبي إلى اسمه تمام كده تمام إذ قال في الخمس المؤذن أشهد لما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يقولك أشهد أن محمد رسول الله إذ قال في الخمس المؤذن أشهد واشتق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد الله سبحانه وتعالى كرم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في قوله أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إن فتحنا لك فتحا مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة وينصرك الله نصرا عزيزا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر هل في نبي من الأنبياء الله سبحانه وتعالى فضل النبي صلى الله عليه وسلم على مين على سائر الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفى بعضهم درجات واتين عيسى بن مريم البينات ويدناه بروح الكنس إلى غير ذلك فربنا فضل بعض الأنبياء وفضل النبي صلى الله عليه وسلم من تكريماته ومعجزاته أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعل الحصى يسبح في كفه صلى الله عليه وسلم الماء ينبع من أصابع صلى الله عليه وسلم الشجر يسلم عليه الجدع حنى إليه الجمل قد اشتكى إليه صلى الله عليه وسلم الجمل اشتكى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبع قد قلمت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من المعجزات الحسية لسيدنا رسول الله كل هذا تكريم لسيرنا رسول الله الله تكفل بحفظه